مرحبا معكم شادي محميد أبو يازيد في هذا الدرس سنتحدث عن موضوع العمليات الخاصة بالكائن اللي تعرف باسم الانستانس ميثود والعمليات الخاصة بالفئة اللي تعرف باسم التيب ميثود او الستاتيكس او الكلاس فانكشنز او الكلاس ميثود احنا هون في عنا فئة باسم كار تحوي على صفات في عنا هون دالة بناء اللي بتتلقى عدة برامترات و احنا هون معنيين نضيف دالة اضافية لتوضيح الفرق بين العمليات الخاصة بالكائن والعمليات الخاصة بالفئة العمليات الخاصة بالكائن هي عمليات اللي بتم تقنيا استدعائها من خلال احد المؤشرات يعني لازم يكون في عنا كائن حتى نستدعي هذه العملية وتأثير هذه العملية بيكون بشكل عام على صفات الكائن اللي استدعى العملية بالمقابل العمليات الساكنة او العمليات الخاصة في الفئة هي عمليات اللي يتم استدعائها من خلال اسم الفئة بدون علاقة بكائن محدد بهدف انها على سبيل مثال تقارن بين كائنات مختلفة او انها تنفذ عمليات اللي غير متعلقة بصفات واقية كائن محدد هون رح اضيف عملية اضافية اللي هدفها تكون بتعديل الماكس سبيد والمين سبيد فرح اعمل عملية جديدة فاللي هي دالة يتم استدعائها من خلال الكائن بعد شوية مشوف كيف تركت الاستدعاء فانسي ابديت بدنا اياها تعدل الماكس سبيد والمين سبيد بتأثير من لغة اوبجيكتف سي البرامتر الاول عادة بكون اسمه مدموج من خلال اسم الدالة او العملية فبكون في عنا ابدايت ماكس سبيد او لما نيجي نستدعي الدالة او العملية رح نشوف شو التأثير تبعه البرامتر الاول نسميه ماكس سبيد وهم نوعية انت البرامتر الثاني يكون اسمه من سبيد لاحظوا انا بختار بقصد نفس التسمية حتى نستخدم الكلمة سيلف للتمييز اللي منكم شايف انه في امور غير واضحة بامكانه مراجعة الدروس السابقة في نفس الموضوع ولكن مع الاستراكت فلا انه هناك تشابه كبير هناك تشابه وهناك اختلاف اللي بعد شوية نشوف فرح نكتبهم سيلف دوت ماكس سبيد يساوي ماكس سبيد هنا نستخدم الكلمة سيلف حتى نميز بين اسم الصفة واسم البرامتر ورح نعمل سيلف دوت ماكس سبيد يساوي المان سبيد ملاحظة مهمة هناك اختلاف بين عمليات الفئة والعمليات في الاستراكت والاستراكت كنا ملزمين في كتابة ميوتايتنج بهذا الشكل في الكلاس ما في عنا بسبب انه فكرته بتشتغل حسب مبدأ باي ريف وبالتالي ما في حاجة لكلمة ميوتايتنج بالمقابل في الاستراكت المبدأ هو باي فاليو فعشان هيك في حاجة نستخدم الكلمة ميوتايتنج فهون احنا عملنا عملية اللي ممكن استدعاءها من خلال كائن معين يعني اذا كان السي واحد الماكس سبيد 400 والمن سبيد 20 فبامكاننا كتابة سي واحد نقطة update max speed هون بدأ اوضح مسألة ان انا هون ببعث قيمي على سبيل المثال 500 لاحظوا طريقة الكتابة والاستدعاء سي واحد نقطة update max speed يعني الدالة وكأنه اسمها update max speed ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح بسبب انه احنا هون في عنا برامتر اخر اللي اسمه men speed اللي هون نيجي نعطيه احنا مثلا 100 فاسم الدالة اللي بيحوى على اسم البرامتر الاول وكأنه حتى تكون الاستدعاء صحيح طبعا اذا احنا كنا معنيين انه نضيف توضيح او البرامتر الاول يظهر مع اللابل تابعه مع الدسكرايب تابعه فبإمكاننا اضافة الهاشتاج قبل الماكس سبيد وبالتالي بيكون في عنا هون الاستدعاء بشكل مختلف هاتنحذفها ونشوف كيف الطريقة رح يكون في عنا update max speed نتبهو انه ظهرت عنا كلمة ماكس سبيد مرتين فعشان هيك الترك اللي احنا استخدمناه انه دمجنا اسم البرامتر الاول مع اسم الدالة وبالتالي ما يكون في عنا هون مرتين ماكس سبيد او انه احنا نحذف الماكس سبيد من هون ونكتفي بتسمية الدالة update انا رح افضل انه يكون اسمها update max speed وما يكون في عنا هاشتاج للبرامتر الاول وبالتالي يكون في عنا البرامترات بهذا الشكل يعني هاتنحذفها حتى تكون المسألة واضحة نبدأ من عند C1 update max speed قيمة البرامتر الاول نعطيه 500 والبرامتر الثاني تكون 100 فبهذا شكل احنا عدلنا كيمة صفات الكائن C1 للكيم الجديدة هون احنا استدعينا عملية لخاصة بكائن محدد انتهينا مع موضوع الدوال الخاصة بالكائن او العمليات الخاصة بالكائن رح نشوف عمليات خاصة بالفئة عمليات الخاصة في الفئة اللي احنا شفناها في الاستراكت اللي استخدمنا معها كلمة static في الكلاس رح نستخدم كلمة class يعني حتى نعرف عملية اللي تكون static على مستوى الكلاس خطأ انه اقول static على مستوى الكلاس ولكن بتأثير من objective C ممكن نقول هالحديث فرح اكتب كلمة class fund C انتبهوا انه العمليات خاصة بالفئة اللي static ممكن نكون مريحة اللي اقولها رغم انه من الخطأ داخل الكلاس تماما انه نكتب كلمة static يعني مباشر رح يعطينا خطأ انه كلمة static غير صحيح استخدامها داخل الكلاس فالعمليات المعرفة انها تكون class ممكن انها توصل او تتعامل او تحصل على قيمة الصفات المعرفة ككلاس فقط لا يمكنها يعني انها تأخذ قيمة max speed لانه max speed هي صفة كائن معين وضحنا هذا الامر في موضوع الاستراكت رح نعمل على سبيل المثال عملية اللي بتتلقى برامترات اثنين من نوعية car 1 car اثنين وبتعيد انه true اذا كانت السيارة الاولى الماكس سبيد الخاص فيها او الavg سبيد الخاص فيها اكبر من الavg الخاص بالسيارة الثانية ننفحص سيارتين يعني مين معدل سرعتها اعلى فرح نكتب class fun c first has more speed ورح نعطيها تتلقى السيارتين اللي هي بدها اياهن فرح تتلقى c1 على سبيل المثال او تعالى نعطيها اسم car1 من نوعية car لاحظوا انه نحن هون نكتب عمليات اللي بتتلقى مؤشرات لكائنات اخرى ورح تتلقى car 2 اللي هي من نوعية car ورح ترجعنا قيمة من نوع pool اللي بتحددنا اذا السيارة الاولى has more speed او has more avg speed حتى تكون التسمية اضاء والقيمة اللي رح ترجعها قيمة بسطر واحد رح اكتبها اذا كانت الكار واحد نقطة avg speed اكبر من الكار اثنين نقطة avg speed فرح نرجع true وإلا رح نرجع false فباختصار بامكان الكتابي بهذا الشكل ممكن مراجعة دروس سابقة حتى نشوف الفكرة الموجودة بشكل مفصل فهي رح ترجع عنه الكار واحد dot avg speed اكبر من الكار اثنين نقطة avg speed بهذا الشكل فحتى نستدعي العملية اللي معرفة class يعني العملية الخاصة بالفئة احنا اولا بحاجة لسيارتين حتى نقارن بناتين بمكان نستخدام السي واحد مرتين ولكن حتى يكون عندنا مقارنة اجمل رح اعرف هون كائن اخر اسميه c2 c2 رح اعطيه 500 ونعطيه هون 60 ونشوف مين اسرع اذا معدل السرعة تبع الاول اعلى من معدل السرعة تبع الثاني فهون احنا نقدر نتوقع هون في عنا المجموعة تبع حن 420-210 والثاني واضح نحنا رح تكون اكبر بما دام البرامترات اثنين اكبر ولكن تعني عتيهاي 300 حتى يكون في عنا اشي اللي نفكر فيه رغم انه واضح نهون في عنا 420-360 فرح يكون في عنا الاول اسرع حتى نستدعي العملية الساكنة ما بنبني كائنات احنا نتوجه لاسم الفئة car.first has more avg speed فبطلب مني السيارة الاولى فرح اعطيه c1 بطلب مني السيارة الثاني رح اعطيه c2 وبالتالي رح يرجع لي كويمتي true او false true تعني انه معدل سرعة c1 اكبر من معدل سرعة c2 فهاي بالنسبة للعمليات اللي هي على مستوى الفئة نقطة اضافية مهمة واللي فيها توضيح هي تعريف المتغير الساكن او المتعلق بالفئة في لغة سوفت بسبب وجود بعض الاختلافات رح اوضحها ان شاء الله في الدرس التالي اعطيكم العافية شكرا لكم لا تنسوا تعملونا subscribe عملونا tweet retweet تابعونا على تويتر شكرا لكم